رأس وديرة الشباب والرياضة والترفيه حبيب ساولبا باعتبارها كرئيث مجلس الإدارة لاجتماع مجلس الإدارة الأول منذ إنشاء الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة بعد أن أدمجت إلى هيئة واحدة هارون أب آدم والمزيد من التفاصيل بهدف تعزيز القدرات وكفاءات الشباب وتطوير الرياضة أسست الحكومة الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة ومن أجل تحديد مهام هذه الهيئة إن عقدت أول جلسة لمجلس الإدارة وقد افتتحت عمال المجلس وزيرة الشباب والرياضة والترفيه حبيب ساولبا جونشومي التي تترأس مجلس الإدارة حيث قالت إن المجلس سيبحث عن آلية للتصرف مع العاملين فيما يتعلق بالرواتب والعلوات إضافة إلى التباحث حول هيكلة الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة وعوضحت أن تأسيس هذه الهيئة سيسهم في ضبط إدارة الموارد وتسير الشفاف مع احترام مبدأ الحكمة كما أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المشاريع التي من شأنها ترقية الشباب ورفع مستوى حياتهم المعيشية إلى جانب دعم القطاع الرياضي من خلال الاستثمار الجيد في هذا المجال الحيوي وأكدت أن الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة هي الآلية الكفيلة لضمان الاستخدام الجيد والأمثل للموارد المالية التي تم حشدها لتنمية الشباب والرياضة بالبلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر